والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسع ودينا فكري أحمد شكراً سحر شكراً محمد أخبار المال والأعمال مرحباً بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة مستجدات العمل في مشروع الإسكان البديل ومجمع الخدمات الحكومية بالوحدات المحلية القروية التي كلف بها الرئيس عبد الفتح السيسي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى توصل إلى اتفاق على نموذج الموحد للإسكان البديل وكذلك لمبنى مجمع الخدمات بالوحدات القروية مؤكداً على ضرورة دفع العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقت وزارة التعاون الدولي حملة رقمية عالمية تحمل عنوان المبتكرون لمستقبل أفضل وتهدف الإظهار مشاركة القطع الخاص في الجهود التلموية وشركات ناجحة بين القطعين الحكومي والخاص لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية وتحقيق مستقبل مستداماً ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن عام 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطع الخاص من خلال الشركات الدولية مع شركاء التنمية متعدد الأطراف لتمكنه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أقدر ومستداماً أطلقت الحكومة أولى تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكني ومواقع محطات تمهين السيارات بالغاز الطبعية كما يساعد التطبيق في إظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتوجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها للتيسير على المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبعي للسيارات تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البورصة المصرية حيث أنهت تعاملات أولى جلسات شهر مارس على تراجع جمعي للمؤشرات متأثرةً بعملات بيعاً من قبل المستثمرين العرب والأجانب وتراجع رأس المال السوقي نحو مليار واربعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة واثنين مليار وخمسمائة وستة وسبعين مليون جنيه وسط تداولات بلغت أكثر من ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون جنيه ولا تحولوا لعرض مؤشرات البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر إيجاك ثيرتي بنسبة ثلاثة من المئة في المئة ليغلق عند مستوى أحد عشر ألفاً وخمسمائة وعشرين نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاك سبنتي متساوي الأوزان بنسبة خمسة وسبعين من المئة في المئة ليغلق عند مستوى ألفين وثلاثمائة وستة عشرة نقطة وهبط مؤشر إيجاك سوان هندرد متساوي الأوزان بنسبة ستة وخمسين من المئة في المئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثلاثمائة وأحدى وخمسين نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي خمسة عشر جنيها وسبع وستين قرشا للشراء وخمسة عشر جنيها وسبع وسبعين قرشا للبيع كما سجل اليورو ثمانية عشر جنيها وسبع وثمانين قرشا للشراء وتسعة عشر جنيها للبيع ووصل الإسترليني إلى واحد وعشرين جنيها واربع وثمانين قرشا للشراء وواحد وعشرين جنيها وتسعة وتسعين قرشا للبيع وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي أربع جنيهات وستة وعشرين قرشا للشراء وأربع جنيهات وتسعة وعشرين قرشا للبيع وأخيرا وصل الريال السعودي إلى أربع جنيهات وسبعة عشر قرش للشراء وأربع جنيهات وعشرين قرش للبيع قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي أحمد الحمد قال إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما بالإضافة إلى تحديد صقف أعلى للإقتراض بما يزيد عن ستين في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد ويتوجه الكويت الدولة الغنية بالنصف والتي تضررت بشدة من جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ترجع إلى حد كبير إلى عدم سماح مجلس الأمة للحكومة بالإقتراض وتوقع زير المالية الكويتي أن تسجل بلاده عجزا تراكميا بقيمة 55 مليار و400 مليون دينار أي ما يعادل 183 مليار و300 مليون دولار في سنوات المالية الخامس من 2020 حتى 2025 ختم أخبار المال والأعمال وعودة إلى محمد بسحر شكرا لك يا دينا شكرا لك شكرا